من سفر الرؤية يعني يعتبر آخر إصحاحات في الكتاب المقدس إصحاح 22 المسيح بيتكلم عن مجيء ثانية ها أنا آتي سريعا وأجرتي معي تمام إذا ذهبنا إلى سفر الرؤية باعتبر التوقيع النهائي على الرسالة الإلهية يعني حضرتك لما بتبعت إيميل لازم تيجي في آخر الإيميل وتحط توقيعك من أنت لكي يعرف المستقبل أنك أنت الرسل فإن قلنا أن سفر الرؤية هو الإعلان إلى الرسالة التي ربنا بعتها وهو خاتمة الرسالة الكبرى التي ربنا أرسلها للبشر وهي الكتاب المقدس فإن شهادة ربنا يسوع هي رؤية تمام ينبغي أن يضع توقيعه على خاتمة هذه الرسالة كيف برهن المسيح عن هويتي في هذا السفر وفي هذا الكتاب كله الحقيقة صح 22 من سفر الرؤية يحمل لنا شهادات لهوتية في منتهى الجمال عن من هو شخص المسيح من ضمن هذه الشهادات مثلا لما بيقول في عدد ستة ثم قال لي هذه الأقوال أمينة وصادقة الرب إله الأنبياء القدسين أرسل ملاكه ليري عبيده ما ينبغي أن يكون سريعا وفي ذات الكلام المسيح يقول أيضا أنا يسوع أرسلت ملاكي فواضح أنه من خلال الآيتين ندرك أن المسيح هو الرب إله الأنبياء القدسين وهذا تعبير أولي عن من هو المسيح الرب هو إله الأنبياء القدسين أي أنه هو يهوى هو الله فظهرت طبيعتي المسيح لهوت المسيح وأيضا ناسوت المسيح لكن مثلا لما تروح لعدد 12 يقول وَهَا أَنَا أَاتِي سَرِيْعًا وَأُجْرَتِي مَعِي هذا التصريح أنا أاتي سريعا وأجراتي معي هو ذات الوارد عن يهوى في سفر إشعياء صح 40 هو ذا السيد الرب يأتي بقدرته ويده تخالص له وأجراته معه فالقائل هذه العبارة بحسب أشعياء 40 هو الرب يهوى والقائل هذه العبارة بحسب رؤية 22 هو الرب يسوع أي أنه هو يهوى العهد القديم المسيح هو الله الظاهر في الجسد يقول أيضا أنه هو الألف والياء البداية والنهاية الأول والآخر أيضا بحسب إشعياء 41 الأول والآخر هو مين هو يهوى فالمسيح هنا يبرن أنه ليس مجرد إنسانا لكن هو يهوى البداية والنهاية إلى أن تصل إلى هذا التعليق الرائع في عدد 16 أنا يسوع أنا يسوع أرسلت ملاكي نحن لسا أريم في عدد 6 الرب إله الأنبياء القدسين أرسل ملاكه أنا يسوع أرسلت ملاكي أرسلت ملاكي لأشهد لكم بهذه الأمور عن الكنائس أنا أصل وذرية داود إذا حبيت أقول رؤية 22 هو إجابة على سؤال في متة 22 22 مزبوط السؤال الوارد في متة 22 ماذا يقول الناس في المسيح ابن من هو ابن من هو فقالوا هو ابن داود فالرب يقولون كيف يدعوه داود ربا قائلا قال الرب لرب اجلس عن يميني حتى أضع عدائك موطئة لقدامك في مزمور 110 ما عرفوش يردوا عليه جات الإجابة في رؤية 22 فالسؤال متة 22 أجيب عنه في رؤية 22 أنا أصل وذرية داود أصل داود أي أنا منشئ داود بحسب لهوتي أنا ذرية داود أي أنا جئت من نسل داود بحسب نسوتي فظهر اللهوت والنسوتي أصل داود لهوت نسل داود أو ذرية داود نسوتي موسيقى